انطلقت عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حضر الأسلحة المفروض على ليبيا بمشاركة فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لكسنبورغ على أن تنضم إليهما سفنتان من إيطاليا واليونان إضافة إلى طائرتين دورية من ألمانيا وبولندا وفريق مالطي لمراقبة الحمولات البحرية الدور الفرنسي في ليبيا هو دور مشبوه ومشاركة الإليزيف العملية يثير شكوكا عدة حيث أكد موقع أفريكا أنت الجنس الاستخبارتي أن فرنسا دعت شركة CIA للطيران الفرنسية المختصة في المراقبة الجوية إلى مراقبة السفن التركية المتجهة إلى ليبيا دون أن تنتظر العملية الأوروبية المكلفة بتنفيذ الحضر المفروض على السلاح في ليبيا مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية التي عملت لصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي متورطة في دعم الهجمات العسكرية لخليفة حفتر على درنا قبل عامين وزير الخارجية الإيطالي لوي جي ديما يقال أن مهمة الاتحاد الأوروبي ستكون متوازنة في جميع مكوناتها البحرية والجوية والمراقبة عبر الأخمار الاصطناعية مؤكدا للسراج أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر بل وقف دخول الأسلحة إلى جميع أنحاء البلاد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سبق له أن رفض عملية إيرين الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة موضحا أن العملية تغفر مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية والتي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر في سياق آخر قالت وزارة الخارجية الروسية في رسالة موجهة لشركائها الأوروبيين بشأن عملية إيريني أنها يجب أن تكون متوافقة تماما مع القانون الدولي ومع الإطار الذي حدده القرار رقم 2292 منوهة بأن أي خطوات أخرى تتطلب موافقة من قبل مجلس الأمن الدولي مشيرة إلى أن عدم التوازن في تنفيذ العملية على الساحل الليبي ستؤثر سلبا على الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتعارضة ومع كل هذه المعطيات يبقى الاستفهام القائم هو هل ستنجح العملية في تأدية مهامها وما مدى انحيازها لحفتر وداعميه فالتمويل قائم والدعم البري والجوي لم يتوقف والتقارير الدولية وثقت دعم أبو ظبي ومصر والأردن وفرنسا